العناية بنبتة البون في فصل الخريف والشتاء في فصل الخريف والشتاء عندما تنزل درجة الحرارة إلى أقال من 15 درجة مئوية وتكون الإضافة ضعيفة هنا يجب أن نعاملها تعامل خاص على سبيل المثال هنا نلاحظ درجة الحرارة 12 في الخارج هنا 20 طبعا في الليل سوف تنخفض إلى 3 أو 5 درجة مئوية هذا ما يعني بفصل الخريف والشتاء لأن هناك يختلف في بعض الدول العربية التي تكون فيها الخريف والشتاء يعني نوعا ما معتدل مثل دول الخليج يعني درجة الحرارة تكون فوق 18 درجة مئوية أو 20 درجة مئوية الإضاءة تكون قيدة فهناك سوف تلاحظ أن النبتة ستكون تنمو لكن في الدول التي يكون الأجواء فيها باردة يجب أن نعاملها كذلك كمعاملة خاصة وأنا أتكلم عن النباتة المزروعة في الصيص الذي لديه في مزرعة طبعا يكون عارف بهذا شيء ولكن سأتكلم فقط الذي يحفظ داخل البيت طبعا هنا نوقف أي سماد كيماوي في حال أن نستخدم أي سماد كيماوي لها وكذلك ننقلها إلى مكان داخل في حال أن الدرجة الحركة ما رويتها الآن أقل من 15 درجة مئوية سوف تستعمل لفترة قصيرة لكن في الدول الساقعة وخاصة في أوروبا أو الدول التي تكون البرودة في شديدة يجب إدخالها داخل المنزل في حال أنك واضحها في بلكون إذا طبعا مزروعة هذا يش صعب أو تكون في بيت زراعي يعني يكون فيه مدفع إذا دخلنا داخل المنزل لقب النظاحة في مكان أو قنب النافذة الذي يصله ضوء كثير رغم أنه يكون ما فيش ضواء أو أشعة شمس لكن يكون فيه الضوء ولا نعرضها إلى الشمس المباشرة العرابيكة لا تحب الشمس المباشرة كذلك الري نقوم بتخفيض عملة الري يعني إذا كنا مثلا نسقيها كل ثلاث أيام أو كل أسبوع يجب أن نبعد الفترات أن تكون بفترات متباعدة وكمية قليلة أي يكون نصف الكمية التي كنت ترويها في فصل الصيف أو أقل نبتة البون الخاصية الحلوة فيها إذا ذبلت أوراقها يعني هنا يجب أن تسقيها وتعطيك إشارة بأنها تحتاج إلى الماء لذلك حاول أن تنتظر إلى هذه الإشارة بين حين والآخر ولكن يجب أن تسرع بريها بعد ذلك أو تخفيض الري ما لم ستلاحظ أن النبتة تبعك سوف تموت الأوراق تبدأ تكون أطراف بنية ثم تتساقط أو تصفر الأوراق وهذا سببه تعفن القذور بسبب زيادة الري لذلك الري عامل مهم في فصل الخريف والشتاء لأنها تكون في حالة سكون ولا تحتاج إلى كمية ماء كثيرة هو أهم كذلك السماد العضوي هنا يلعب دور الآن في فصل الخريف والشتاء إذا لديك مثلا مخلفات المواشي المحلل إذا داخل البيت طبعا سيعطيك ريحة ولكن هناك سماد عضوي محلل يباع في محلات الزراعة ليس له رائحة يعني قوية يمكن أن نسمده ولكن ننتظر يعني هذا يكون في فصل الخريف مرة قرعة صغيرة جدا سأنزل فيديو بعد ذلك كيف نسمدها فقط دفعتين إلى ثلاث مرات فهذا هو في الأغلب مزارعين نبتة البون الذي لاستثم سروة كيماوي يهتم بالزراعة في فصل الخريف والشتاء حتى يحصل على إزهار جيد وكذلك محصول جيد من البون هذه الأشياء كذلك الرطوبة من فوق 50 هي تحب من فوق 50 وفوق 50% درجة مأوية نلاحظ هنا مثلا هذه درجات الرطوبة خارج المنزل وهذه داخل البيت كذلك إذا ديك نباتات داخل المنزل يجب التهويات الغرفة التي يكون فيها النباتات حتى لا تحصل أي تعفونات وأي أمراض فطرية للنبات هذا والسلام عليكم